اشتركوا في القناة والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي الذي عقد في مدينة بوجم بورا بجمهورية بوروندي واعرب الامين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي عن التقدير والثناء على مشاركة بجلس الشورى في اجتماعات الرابطة مؤكدا انها تأتي في اطار حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل البرلماني وتقوية العلاقات بين برلمانات الدول الافريقية والعربية ولفت الامين العام للحزب الحاكم ان بلاده تحرص على بناء المزيد من الشراكات والتعاون مع مملكة البحرين واجراء المزيد من المباحثات الثنائية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تقدم مشهود وازدهار مستمر في مختلف المجالات ومن جانبهما اشار النائبان الاول والثاني لرئيس مجلس الشورى الى ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا في تعزيز علاقات الصداقة القائمة مع جمهورية بوروندي وذلك انطلاقا من الاسس والثوابت التي تقوم على تقوية الروابط المشتركة مع كافة دول العالم اشتركوا في القناة